موسيقى تطمح في تحقيق كمالتها المتعددة والتي استرها بوضوح إمامنا رحمه الله ثم تحرص في ذلك كله إلى أن تتشوف إلى مقامات لش كأن رجالات هذه الأمة قد أذابوا أعمارهم وأنهوها في البحث عنها أن الأمر إذا كان مركزا بالدرجة الأولى على الحديث عن المرأة فإنما كان القصد منه من أجل التأكيد عن تلك المراحل التي مرت بها سيرورة هذه المرأة وواقع هذه المرأة من أجل أن تصير إلى ما صارت إليه في أهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن للأسف الشديد لم نهنأ طويلا بذلك التفوق الذي ارتشفت منه صحابية الجليلات في حضن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفقا لتربيته الرصينة ووجدنا على أن سرعان ما وقع للمرأة ما وقع فتهاوت في حضيض آخر نتيجة قراءة ضيقة للمراث الإسلامي أو لأنه نضر إليها على أنها فتنة ونبغي أن تعود مرة أخرى إلى البيوت وفقا لمجموعة من الأفهام الضيقة التي تجاوزت الفهمة نيرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتجاوزت ما كانت عليه الصحابية الجليلات من الانخراط التام في مجتمع النبوة الكريم والانخراط التام في قضايا الأمة بالإضافة إلى الوعي بمسؤوليتها الأولى لمسؤولية بناء الأسرة والإناية بهذه الأسرة فوجدنا أن هذه المرأة لسرعة ما تهاوت وبالتالي أصبحت قينة في القصور وأصبحت على ما أصبحت عليه وتحولت من ذلك المقام العالي جدا إلى مجموعة من المواطن الأخرى التي يعرفها الجامع فلألي فهمت بهذه الصورة ما أرادت المداخلات أن تصل إلي ولكن أردت أن أسهم بكلمة بسيطة جدا أسقها من ذلك الاهتمام النيري للفكر المنهاجي بقضية المرأة والتي قد تضافرت فيها المشافهة كما الكتابة ونحن إن أردنا أن نفهم عن الأسدق السلاميسي رحمه الله لا ينبغي أن نقتصر على مراثه المكتوب ولكن ينبغي أن نصاحبه كذلك من خلال مراثه المرأي والمسموع ولألي كانت لي واحد الوقفة بسيطة جدا ومتواضعة من باب المشاركة لهذا الكتاب الذي بين أيديكم وأردت أن أقتطف منه كلمة بسيطة من أحد المجالس التي حضرتها والتي عبر فيها عن ذلك التكامل الذي ينبغي أن يحصل ما بين الرجل والمرأة داخل الأسرة والذي ينبغي من خلاله أن يتشوف معا تشوف إلى تلك الكمالات حتى لا تلهيهما تلك بعض الخلافات البسيطة عن صحة المقصد وسلامة الوجهة لإرادة وجه الله سبحانه وتعالى مما قاله رحمه الله في أحد المجالس التنويرية التي شهدتها هذه الدار الآمرة وكان ذلك المجلس موسوما بالعلاقة الزوجية وتنوير الأفهام في 12 أبريل 2003 والعليقة أطلت أتدر المسيرة يقول رحمه الله عن القصد من إشكالية تنوير المؤمنات تنوير عقول الرجال حتى تتحرر المؤمنات من الغبن الذي يستشعرناه فلا يصير هم المؤمنة الأوحد ذلك الرجل الذي تعيش معه وكيف تدافع عن نفسها من سطوته وكيف تتقي شره عوض أن تشغل نفسها بما يمكن أن تقوم به من الأمور الإيجابية لترضي ربها سبحانه وتعالى فتتحول من موطن الدفاع الذي اتخذته لنفسها إلى موطن الإحسان ولعل هذا الموطن ينبغي أن تشغل إبا إليه الأعناق أن أقول رجال والنساء على حد سواء لأنه أيضا من أن يقتصروا على بعض المواقف المطالبة بالحقوق ينبغي أن يتشوفوا جميعا إلى تلك المعالي وتلك المطالب الإحسانية وأستغفر الله